زوبعة زوبعة ولكن ليست في فنجان وإنما في كوبا هذه المرة وبالتحديد في مدينة سان فويغوس الكوبية الزوبعة لم تستمر أكثر من عشر دقائق ولم تتسبب في أي طلافيات ولم يكن من المتوقع حتى أن تتسبب في أضرار وذلك لأن من خصائص الزوابع المائية أنها تحدث في مسطح مائي لكنها لا تصل إلى اليابسة أبدا صحيح أنها من الممكن أن تتسبب في أضرار للسفن والطائرات في محيطها لكن الأمر سلم هذه المرة وعلى الرغم من أن الأمر لم يستغرق سوى دقائق إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي استطاعوا تصوير الظاهرة ونشروا العديد من الفيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي وشبهوها بالغزو الفضائي فلنشاهد الفيديو موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شاركنا برأيك هل يمكن التغلب على التغيرات المناخية وتأثيراتها؟ قصصنا لا تنتهي ولكن انتهت حلقتنا لهذا اليوم تابعونا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة الواحدة والنصف بتوقيت جرينتش وان فاتتكم قصص اليوم يمكنكم مشاهدتها على صفحات البرنامج على فيسبوك وتويتر إلى حلقة جديدة من شير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة